بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الثاني للفصل الأول في الرياضيات لسنة الثالثة ثانوي رقم سبعة أنصح بشعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنها مسألة صغيرة لكن رائعة حيث قال نعتبر الدلاجي المعرفة على R كما يلي جي لإكس وسيكون أسية ناقص إكس زائد إكس ناقص واحد قال واحد أدرس تغييرات الدلاجي ثم ماذا قال ثانيا قال بين أن من أجل كل عدد حقيقي إكس أن جي لإكس أكبر أو يسيكون صفرة ثالثا قال استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي إكس أن أسية ناقص إكس زائد إكس أكبر أو يسيكون واحد إذن ننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق ابنائي في الإجابة على سؤال الأول أدرس تغييرات الدلاجي هنا أكيد ندرس النهايات والمشتقة وإشاراته وجدول التغييرات إذن نكتب هنا دراسة تغييرات الدلاجي التي اسمها جي ننطلق بأول شيء التي هي النهايات لأن هنا لم يقل أدرس اتجاه التغيير إنما قال تغييرات ندرس كل الشيء سمح لنا للميت ماذا؟ جيلة إكس التي هي أسية ناقص إكس زائد إكس ناقص واحد لما الأسية يؤول إلى ناقص مالا نهاية عندنا لو نعوذ هنا كم نجد؟ نجد أسية ناقص مالا نهاية التي هي كم التي هنا نجد زائد مالا نهاية وهنا لما نعوذ سمح لنا ناقص مالا نهاية حالة عدم التعيين لكن ركزوا ما رأيكم أن نستخرج الأسية أسية ناقص X عن مشترك سبحانا تساوينا أسية ناقص X في 1 زائد X على أسية ناقص X ثم ناقص 1 على أسية ناقص X هكذا لما الأسية يقول إلى ناقص ما لا نهاية لاحظوا جيدا لم أفعل شيء استخرجت الأسية من عندي هذا فبقي وهذا لم يكن أسية فعودتها في المقام وهذا لم يكن أسية فعودتها في المقام بعدها ماذا يصبح لنا تساوينا أسية ناقص X في 1 وهذا له الحق أن يصعد إلى هنا لما يصعد تصبح لنا زائد X في أسية X وهذا له الحق أن يصعد إلى هنا تصبح لنا زائد أسية X هكذا لما الأسية يقول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي عندنا بعض النهايات الشهرة التي معروفة على الدل الأسية أنها limit x في أسية x لما x يؤل إلى ناقص مالا نهاية هذه معروفة أنها تصويرنا صفر إذن هذا مباشرة يؤدينا صفر وعندنا كذلك limit أسية x معروف عليها كذلك لما x يؤل إلى ناقص مالا نهاية هذا كذلك صفر إذن فيذهب هذا مباشرة كذلك إلى صفر فماذا تبقى لنا؟ تبقى لنا هنا نعوذ لسية ناقص ناقص مال نهاية زائد مال نهاية زائد مال نهاية في واحد تصبح لنا كم؟ تصبح لنا زائد مال نهاية فقط بعدما أنهينا مع الجزء هذا نأتي الآن عند الزائد مال نهاية إذن عند الزائد مال نهاية كذلك نقول limit لسية ناقص x زائد x ناقص واحد لما الـ x يقول إلى الزائد مال نهاية تصبح لنا تساوينا هذه تعطي لنا ماذا تصبح لنا أسية ناقص مال هي صفر لماذا لأن نصبح لنا أسية ناقص في زائد مال تصبح لنا أسية ناقص مال نهاية أمامكم إنها الصفر فتصبح لنا عوض الآن هنا تصبح لنا كم زائد وهذا الجزء يعطي لنا زائد مال نهاية تصبح لنا هنا كم زائد مال نهاية وننقص لها واحد ليس ناقص مال ننقص لها تصبح لنا زائد مال نهاية فقط إذن هذه هي نهايتين هذه الدالة بعدها نأتي الآن إلى المشتقة بعد أن نأتي إلى المشتقة نذهب إلى صفحة أخرى وننطلق لاحظوا جيدا نقول أولا المشتقة إذن هنا المشتقة نقول هكذا تلك الجملة اللغوية الدالة جي كيف هي قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على أر وتصبح لنا وجي فتح لإكس تصبح لنا هذا لم يجد أن نعطينا ناقص سية ناقص اكس وهذا لم يجد أن نعطينا زائد واحد يذهب إلى صفر لأنه نقول جي فتح لإكس يساوي صفر أي أن ناقص سية ناقص اكس يساوي زائد واحد يساوي صفر زائد واحد يساوي سفنا ننقل هذا إلى هنا تصبحنا ناقص أسية ناقص إكس يساوي لنا ناقص واحد الناقص مع النقص يدها تصبحنا أسية ناقص إكس يساوي لنا واحد والواحد معروف أنه هو أسية سفرة ومنه هذا يساوينا الأسية يساوي الأسية والأس يساوي الأس ناقص إكس يساوي سفر ومنه إكس ماذا يساوي يساوي لنا سفر الآن بعدها ماذا ينتج نضع جدول بسيط من خلاله نعطي جدول إشارة هذه المشتقة تابعوا هكذا وهكذا وعندنا هكذا سوف نعطي لكم الجدول صغير لكنه يحمل هذه المعلومة لاحظوا وهنا هكذا إذن أولا عندنا مجموعة تعريف قلنا من ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائل ما لا نهاية من هو المشتقة التي هي كم التي يناقص أسية ناقص إكس زائد واحد أين انعدمت؟ إن انعدمت عند الصفرة لكن هنا كيف تعين الإشارة؟ الإشارة تعين ضرب هذا في هذا الناقص في الناقص ما لا يعطي لنا زائد؟ إذن هنا نفس وهنا عكس يقول أحدكم لم أفهم إذا جاءتنا ناقص أسية إكس زائد واحد هذا هنا زائد وهذا ناقص الناقص في زائد ناقص تصبح لنا هنا ناقص يعني نفس وهنا عكس أرجو قد فهمتم يقول أحدكم يا أستاذ وإذا جاءتنا أسية ناقص إكس زائد واحد هذه قيمة أصلا مجبة تماما لأن الأسية مجبة والزائد واحد مجبة معناه هذه المستهيل أن تناديم عند الصفرة حتى تدفهموا هذه الأفكار ثم بعدها نضع هنا نقول جي فتحة لإكس إذن أين يتناديم المشتقة تناديمه عند الصفر نفس عكس نقول الآن الدالة جي كيف هي متناقصة تماماً على ماذا؟ على المجال من ناقص مال نهاية إلى صفرة ومتزايدة تماماً على ماذا؟ على المجال عفواً على المجال الآخر الذي هو من الصفرة إلى الزائد مال نهاية فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا أكيد نأتي الآن إلى جدول التغيرات في جدول التغيرات هنا كذلك نملأ إذن نكتب هنا كلها تابع إلى دراسة تغيرات الدالة إذن هنا جدول تغيرات الدالة جي أولاً نقوم برسم جدول هكذا وهكذا لاحظوا جيداً وهكذا ثم عندنا هذا الجزء إذن هكذا وهكذا وننطلق في عملية مل الجدول وبطريقة جد بسيطة إذن من هنا هكذا نقول أولاً X من ناقص مال نهاية إلى الزائد مال نهاية وهنا G فتحة لX قلنا أين تنعدم إن عدمت عند الصفرة نضع من هنا هكذا هنا زائد وهنا ناقص وعندنا هنا G لX ننزل soaps AF next nity عند الزائد مال نهاية عند المال نهاية accord نضع من Watch وعند زائد مال نهاية ل Bugün سبعنا أسية ناقص صفرة زائد صفرة ناقص واحد سبعنا تساوينا ماذا واحد ناقص واحد ويساوينا صفر إذن صورة الصفرة هي صفر بالدلا ج بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى السؤال السؤالين الذي بقينا لهما سؤالين تقريبا استنتاجيين قال بيّن أن من أجل كل عدد حقيقي إكس أن جي لإكس أكبر أو يساوي الصفرة إذن نكتب هنا البرهان أن جي لإكس أكبر أو يساوي الصفرة هنا نقول لاحظوا جيدا نقول من جدول التغيرات نلاحظ فقط لاحظوا جيدا أنها هي جي لإكس ما هي أخفى القيمة وصلت إليها إنها الصفرة والباقي كل القيم موجابة معناه هذه موجابة 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 وهذه كلها قيم موجابة ما هي أخفى القيمة وصلت إليها نقول من جدول التغيرات نلاحظ أن جي لإكس أكبر أو يساوي الصفرة من أجل ماذا من أجل كل عدد حقيقي اسمه إكس مهما كان إكس فإنها آخر قيمة وصلت إليها هي الصفرة فكل قيمها كيف تكون تكون موجابة من هي هذه أجيل إكس فقط ثم بعدها قال استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي إكس أن السية ناقص إكس زائد إكس أكبر أو يساوي صفرة واحد إذن نكتب هنا استنتاج ماذا؟ استنتاج السية ناقص إكس زائد إكس أكبر أو يساوي صفرة واحد لاحظوا نقول هكذا نقول لدينا أن جي لإكس أكبر أو يساوي صفرة أي ماذا؟ أي الصية ناقص إكس زائد إكس ناقص واحد أكبر أو يساوي صفرة يقول هذا كما معنى هذه القيمة تكون أكبر أو يساوي صفرة أنقلوا هذا إلى هنا ومنه ماذا ينتج؟ قصية ناقص إكس زائد إكس أكبر أو يساوي صفرة واحد وهو المطلوب انظروا بأمعينكم لحظتم يعني أمرها جد بسيط معنى هذه أسئلة لا تحتاج إلى ذكاء إنما نلاحظ ونراقب جدول تغيرات الدالة جي فقط نقول وهذا من أجل كل عدد حقيقي إذن حقيقي اسمه ماذا؟ اسمه إكس فإن ماذا؟ فإن هذه العبارة التي هي رسية ناقص إكس زائد إكس أكبر أو يساوي لنا الواحد فقط أبناء وفي الأخير أبناء وبناء العزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء أنا بالصحة والعافية والترحم على الرحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحبوا أرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته